فخامة الرئيس ألار كاريس رئيس جمهورية أسطنية اسمح لنا أن أقارب عن سعادتي باستقبال فخامتكم في زيارتكم الرسمية الأولى لمصر على المستوى السنائي وبالوفد المرافق لكم هذه الزيارة التي تأتي وتعكس حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما خلال الفترة المقبلة والاستثمار كافة الفرص الممكنة لبلوغ أفاق أرحب من التعاون السيدات والسادة إن المباحثات التي أجريتها اليوم مع فخامة الرئيس كاريس أكدت توافق الرؤى حول أهمية تكسيف العمل المشترك لتعزيز العلاقات السنائية بين بلدين الصديقين فضلا عن رغباتنا في تعميق علاقاتنا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وهو الأمر الذي يعكس حرص فخامة الرئيس على استحاب وفد من رجال الأعمال والمستثمرين الأستونيين لاستشراف فرص التعاون لا سيما في غطاءات الطاقة والتعدين والتعليم والصناعات الغذائية أسوى بالتعاون المتنامي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي الذي تحظى فيه أستونيا بخبرات متميزة كان هناك توفق أيضا خلال مباحثتنا اليوم على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية والزيارات الفنية بين البلدين لإعطاء الدفع اللازمة للعلاقات في مختلف المجالات ولبحث مجالات التعاون المتعددة ومنها التدريب الفني والزكاء الاصطناعي والأمن السبراني وطرقنا كذلك لسبل تهزيز تعاون السلاسي في إفريقيا بما يحقق المصلحة المشتركة لكافة الأطراف وأكدت المباحثات أهمية تبادل الخبرات في ملفات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بما في ذلك تهريب المهاجرين غير الشرعيين وقد رحبت من جانبي باستمرار دعم أسطينيا الصديقة للملفات ذات الأولوية بالنسبة لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي السيدات والسادة كانت القضايا الإقليمية والملفات الدولية حاضرة بقوة خلال مباحثاتي مع فخامة الرئيس وجاءت القضية الفلسطينية في مقدمة الملفات الإقليمية التي تناولتها مع فخامتي ذلك أن مصر تعتبرها صلب قضايا المنطقة حيث استعرضت الجهود المصرية الحثيثة لوقف التسعيد الإسرائيلي غير المبرر والمتواصل في قطاع غزة ولبنان واتساء نتاق الهجمات الإسرائيلية ليشمل اليمن وسوريا وأكدت أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار ومنع انزلاق المنطقة لحرب إقليمية واسعة النطاق وهمية إقامة دولة فلسطينية زاد سيادة على خطوط الرابع من يونيو 67 باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط كما تترقنا خلال مباحثات إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها ليبيا وسوريا والسودان واليمن وأمن البحر الأحمر والأزمة الروسية الأوكرانية وملف الأمن الغذائي وأمن الطاقة حيث توفقنا على أهمية تكسيف الجهود الدولية للتعامل مع تلك الأزمات وضرورة التوصل لحلول سلمية بشأن استرعاة القائمة وترسيخ السلام والاستقرار ختاما أعرف مجددا عن سعادتي باستقبالكم فخامة رئيس كاريس كما أجدد الإعراب عن تتضلعي لتدعيم أواصل التعاون بين البلدين واستمرار تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية واسمحولي أن أنا أدوى فخامة الرئيس الآن لإلقاء كلمتي فلا تفضل ترجمة نانسي قنقر